مساء الخير يجب أن ننطلق أولا من أن هناك قرارا أمريكيا بعدم دخول الحرب بشكل فعلي وكذلك هناك قيود وضعت على الدول التي قدمت عرضا بتقديم طائرات روسية لأوكرانيا وتركت الولايات المتحدة الطريقة لاستخدامها وأقترح أنه ربما تذهب إلى ألمانيا أو سواها الآن كل ذلك يعني لا يبدو أنه هناك قدرة أو رغبة من الولايات المتحدة أو من الناتو بإشراك دول الناتو في الصراع القائد لكن أن تأتي بطريات الباتريوت إلى بولندا يعني إلى دولة هي من دول الناتو فذلك للقول أن هذه الدول ستدافع عن نفسها وهي جاهزة إذا ما فكرت روسيا أن توسع إطار العمليات أو تقوم بردات فعل تجاه هذه الدول التي ربما تمثل ممرا لأسلحة غربية يتم تعزيز الجيش الأوكراني بها ولكن هذه الصواريخ ستستعمل في حال كان هناك محاولات لهجمات جوية أو لاستفزازات جوية لهذه الدول وأنا لا أعتقد أنها ستكون جزءا من الحرب الأوكرانية الروسية على الأقل في مشهدها الحالي ولكن إذا كان الموضوع أن هناك تصريحات من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تقول أن بولندا في نيتها وفي إعلانها برغبتها تزويد أوكرانيا بطائرات ميج لم تقوم بالتنسيق مع الجانب الأمريكي كيف يفهم هذه الخطوة من بولندا ونيتها تزويد أوكرانيا بالطائرات أولا وهذا اللغة حول غياب تنسيق بين الجانب الأمريكي والبولندي أولا يعني لا يتخذ القرار الأمريكي بهذا الشكل إذا فعلا كانت هناك دولة من دول الناتو تريد أن تشتبك أو تكون جزءا من الحرب فهناك قرار يجب أن يتخذ على مستوى الناتو ككل هل يعني يتنسل الناتو أو يطلب من هذه الدولة أو يعني يعلق عضويتها وبالتالي تصبح يعني هي سيدة قرارها ولكن ما طالما هناك قرار من الناتو بعدم اشتراك دوله في هذه الحرب فلا تستطيع يعني بولندا أو سواها أن تقول أنها ستقدم هذه الطائرات إذن إذا كانت تستطيع اتخاذ القرار بمفردها فهذا لماذا أعلنت عن ذلك وهي تطلب يعني موافقة من أنا أعتقد أنه هل يمكن أن تقدم بولندا على هذه الخطوة بدون تنسيق مع الجانب وكيف يمكن بالأساس أن تزود الجانب الأوكراني بالطيران ونحن نعلم أن السلاح الجو الروسي هو الذي يسيطر على الجو الأوكراني هذا الكلام صحيح ولكن يجب أن نتذكر أن المناطق الموجودة غرب كييف عمليا لا وجود لعمليات جوية عليها وبالتالي يعني كذلك كما ورد في تصريح للأمريكيين أن هناك مطارات سرية في أوكرانيا يمكن أن ترسل هذه الطائرات إليها طبعا ليس هناك مطار سري يعني أنا كلنا يعلم يعني أن هناك مسح جو دائب وسط الأقمار الصناعية لبقعة العمليات وليس هناك أي منشأة عسكرية كالمطارات مثلا هي خارج يعني هي تتمتع بالسرية أو لا أحد يعلم بها لذلك أنا يعني أعتقد أنه ذلك هو من قبيل لغاية الآن من قبيل يعني التصعيد المعنوي أو محاولات يعني بولندا الأطلاع بدور ما أو يعني تقديم نفسها وكأنها لها رغبة بالاستجابة لطلبات الرئيس الأوكراني ولكن القبود عليها كثيرة تمنعها من ذلك في تصريح لافت لماريا زخاروفا قبل قليل قالت لدينا معلومات عن احتمال حدوث اعتداءات في مواقع نووية في أوكرانيا وذلك لاتهام روسيا واتهمت أيضا واشنطن بالعمل على تطوير أسلحة بايولوجية تدعم فيها أوكرانيا ما رأيك في هذه التصريحات؟ يعني قرأنا قبل هذا التصريح قرأنا كذلك مقالا في أحدى الصحف الأمريكية كان يقول أن الرئيس الروسي أجرى اتصال بالرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية وأبلغه أنه تم تدمير من خلال العمليات الجوية التي نفذت على أوكرانيا مجموعة من المختبرات التي كانت معدة لإنتاج غازات سامة ولإنتاج للحرب الجرثومية طبعا لا يمكن أن نتحقق لغاية الآن من دقة هذه المعلومات ولكن الكل يدلي بمعلومات كذلك المعلومات التي قيل أن الروس استحصلوا على مستندات تثبت أن أوكرانيا كانت تحضر لهجوم على إقليم الدونباس بمساعدة الولايات المتحدة ومساعدة بريطانيا كل هذه الاتهامات الآن ستتكاثر لتبرير يعني ليس الحرب فقط بل للقول أن الفريق الآخر كذلك كان يؤذي لها جمعات هل هذه الاتهامات هنا سيد خالد تقع في سياق هذه الحرب الإعلامية أم بالفعل من المتوقع أن نشهد ضرب لمواقع نووية في أوكرانيا الاتهام روسيا هل هذا سيناريو محتمل باعتقادك؟ لا أنا لا أعتقد أنه هناك لن يصل الموضوع إلى المستوى النووي ولكن الحرب الجرثومية الكل يدرك أن هذا النوع من الحروب هو ممنوع دوليا وبالتالي الاتهام هذا سيحاول أن يقول أن الأوكرانيون كذلك كانوا يحضرون لهجمة مقبلة ولكن الروس هم من سبقوا هذا الهجوم هذه افتراضات أو تصريحات قد تكون صحيحة ولكن هذا في مكان والمنشآت النووية في مكان آخر أعتقد الجميع يدرك محذير قصف المشآت النووية ولم تصل الأمور إلى هذا المستوى يعني الحرب تدخل أسبوعها الثاني اليوم الرابع عشر لهذه العملية العسكرية كيف تقيم سير العمليات العسكرية في اليوم الرابع عشر إلى أين تسير؟ في ظل تقارير لازالت تشكك في هذا التقدم الروسي ووجود صعوبات لوجستية أمامها يعني عندما نستمع إلى إفادات المراسلين الموجودين في كل الصحفيين وحتى الأشخاص الذين يقيمون في كييف ندرك أنه كل المناطق المدن الأوكرانية من الجنوب إلى الشرق والمدن المحيطة بكييف يوجد فيها عمليات عسكرية محدودة للقوات الروسية أنا لست من مؤيدي فكرة ما أطلق على الحرب الخاطفة أنا أقول أنه روسيا لغاية الآن لا تريد استفزاز أكثر لأوروبا الغربية لا تريد أن تذهب أوروبا الغربية إلى ردات فعل قد تكون مدروسة أو غير مدروسة ولكن سيكون لها مفاعل كبيرة على تأزيم الوضع أنا أرى أنه يعني اليوم سمعنا مثلا أنه هناك تقدم روسي باتجاه مدينة ميكولاييف هذه المدينة هي مدينة هامة وهي تقع في خليج يعني ضيق جدا على البحر الأسود وفيها بنية تحتية لبناء السفن العسكرية منذ أيام الاتحاد السوفيتي أعتقد يعني أنه كل هذا التقدم تجاه المدينة سيسقط هذه المدن عاجلا أم آجلا أشترك جزيلا